حماة الأوطان يحدثنا الآن عالم من أعلماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ خالد الجندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صليهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أساد الحضور الكرام طبتم وطبا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وبعد إننا إذا تكلمنا عن الإيمان نكتشف أن الإيمان أمر قلبي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يرى بالعين المجردة إنهم الذين قال الله عز وجل فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فإذا كان الإيمان بالغيب لا يرى بالعين المجردة أصبح الحكم بالإيمان على أحد من الأمور الغيبية إلا في حالة واحدة تلك الحالة الواحدة عندما يتحول الإيمان إلى مشاهدة بالعين لذلك الله تبارك وتعالى جعل قمة الإيمان أن تعبر عن الإيمان بعينيك فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا وصف نفسه بأنه شهيد لعظم هذه الدرجة ولعظم هذه المنزلة إنها الإيمان إذا كان المرء متيقنا منها بأكمل جوارعه لذلك عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فإذا عبر الله عز وجل عن نفسه وذاته بأنه شهيد بمعنى يشهد بالحق ويؤمن بالحق وعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد بمعنى أنه يشهد للناس يوم القيامة ويشهد لأمته ندرك عظم منزلة الشهيد عند الله عز وجل عندما يصف بها صنفا من الناس هؤلاء هم الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من أجل أوطانهم ومن أجل ربهم ومن أجل دينهم ومن أجل عقيدتهم فقال عز من قائل ولا تحسبن للذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون انظر إلى كلمة ولا تحسبن تجد أن الله تبارك وتعالى أمارك أن لا تخضع منزلة الشهيد لأي حسابات ولا تحسبن منزلة الشهيد لا تخضع للحسابات إنهم الصناديد إنهم الرجال الأوفياء إنهم الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه إنهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل ما يؤمنون به إنهم الذين تحول الإيمان الغيبي بالنسبة لهم إلى أمر مشاهد إلى أمر محسوس فعبر عنهم بأنهم شهداء استخدم صيغة المبالغة فعيل على وزن فعيل كلمة شهيد أي قمة المبالغة في شهادتهم لله ولصدق ما وعدهم به ولذلك لا تعجبوا أيها الحضور الكريم إذا وجدتم أن الله عز وجل يأمرنا بالتأدُّب مع الشهداء وبالاحتراس عند الكلام عنهم فقال عز من قائل ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون انظروا إلى قوله ولا تقولوا حتى حدود اللظ يجب أن تحترس فيها عند كلامك عن الشهداء لأن الله أعلى من أقدارهم وكرمهم ورفع من شأنهم أخوة الإيمان والإسلام أخوة العقيدة والوطن انظروا إلى القرآن الكريم وانظروا إلى هذا الحديث الكريم الذي سأقوله لكم في البخار ومسلم هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نبأً عجيبًا يقول ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرةً ثانية شيء طبيعي الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يعود إلى الحياة يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرةً ثانيةً إلا الشهيد الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرةً ثانية لماذا؟ انظر إلى الحديث لتعجب معي إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود إلى الحياة فيقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرى من الكرامة التي أعدها الله له في الآخرة إنهم أناسٌ رفعوا رؤوس أهاليهم ورؤوس أوطانهم ورؤوس البشرية جمعاء لهم كل الدعاء لهم كل التحية التحية للشهداء مصابيح الدجة فنارات الأرض علامات الهدى التحية لتلك الأيدي المباركة التي قاتلت في صمت ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى ولا تكتفي الشهادة بإعطاء الشهداء الذين انتقلوا إلى الله هذا الحق إنما يشير القرآن إلى صنف من الشهداء ما زال ينتظر دوره في الشهادة فقال عز بن قائل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر انظروا إلى قول الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كلنا في سبيل الله وفي سبيل أوطاننا منتظرون تلك اللحظة المباركة حتى نلحق بركب الشهداء حي الله الشهداء وحي هذه الأسر التي أنجبت هذه الثل المباركة من الرجال الأوفياء وعاشت مصر وعاش الشهداء وصلاةً وسلامًا على إمام الشهداء وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر